خلينا ناخد تقييم كابتن ماهر كده لموسيماني كمدير فني وكاسم ومهم فيه على مستوى القرى الأفريقية في مجال التدريب وتقييمك لأول تجربة لي مع النادي الأهلي في مطش المقاولين وأولا يحمد عزين نشكر مجلس درد النادي الأهلي بكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط إنهم عندهم يعني رؤية بعيدة المادة يعني شايفين الأوضاع اللي كانت عليها النادي الأهلي مع مستر فيلر في الفترة السابقة وتنبؤ كابتن محمود الخطيب إنه ممكن الموضوع ده ميكملش أو مستمرش مع مستر فيلر فكانت هنا الرؤية الفنية لمجلس إدارة بكابتن محمود الخطيب إنه عنده البديل والبديل الجاهز لخلال هذه الفترة طبعا اختيار أنا يعني بحييه على هذا الاختيار رجل مسلماني رجل شخصية واضحة بشكل كبير جدا عنده ثقة وعنده سيفي قوي كلاعب وكمدرب اشتغل مع أحسن الفرق الموجودة في جنوب أفريقيا سان داونز احنا شفناها شفناها أكتر من مرة واضح هو أنه عنده استراتيجية في الشغل مع سان داونز من ناحية الدفاعية في التنظيم الدفاعي وعنده تنظيم هجومي على أعلى مستوى شفنا الاستحواز كرة البرزيلية اللي احنا بنحبها كانت موجودة في هذا التيم استقدام مستر مسلماني إلى النادي الأهلي هو طبعا بيعتبر شرف بالنسبة له شرف لأي مدرب أنه هو يشتغل في النادي الأهلي وبيعتبر سيفي قوي اسم النادي الأهلي موجود في السيفي بتاعه فهو كان عنده جرأة أول ما تعرض عليه طبعا يعني استأذن من مجمس إدارة نادي سان داونز والعلاقة اللي بين النادي الأهلي والسان داونز علاقة جيدة بشكل كبير لكن هو طبعا بسرعة قدر يلبي وحضر لمصر وواضح أو أنه هو كمان نقل عائلته معاه تأكيدا أنه هذه المهمة اللي هو باعتبرها فيها مغامرة بشكل كبير جدا لكن مغامرة ناجحة لأي مدرب بيتعامل مع هذه المؤسسة تأكد يا أحمد أنه لقم فرصة كبيرة جدا لنجاح بشكل كبير على الرغم من كده تهاجم أو تهاجمت إدارة الأهلي في التعاقد مع المسلماني وتهاجمت أيضا من إدارة الأهلي في رحيل فييلر على الرغم أنه حتى يمكن راجل مش عاف حاجة تبعته أو لا الراجل كان لسه دي لقاء ويمكن منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تكلم في التلفزيون السويسري عن تجربته مع الأهلي وتكلم على المشوار وعلى المبررات الحقيقة اللي قدمها أو تكلم فيها على أسباب الرحيل من النادي الأهلي ورغم كده برضو كان فيه هجوم على الإدارة راجل تكلم على أنه ظروف أفريقيا مش مناسبة بالنسبة له وموعيد الحياة في مصر مش مناسبة أنه شخصية عامة ومعروفة ده مش مريح بالنسبة له وأسرته اللي مش موجودة كل دي أسباب سقها فييلر عشان يتكلم على رحيله عن النادي الأهلي أو انتهاء التعاقد مع النادي الأهلي مع الأسف يحمل كلها مبررات يعني غير غير واضحة لميستر فييلر يعني أنت راجل محترف وعارف أنك أنت جاي حتتعامل مع أفضل نادي في شكل أوسط نادي القرن نادي صاحب البطولات وبعدين المجلس إدارة كمان نراهن عليك يعني زي ما أنت قلت مش بس كده كابتن مار كمان اسمح لي هو كمان فيه عدم منطقية شوائع يعني عقلي مش قادر يقبل طبيعة المبررات اللي هو تكلم فيها وانت مشوار مع أهم نادي في القرارة الأفريقية ودخل على أهم بطولة في القرارة الأفريقية يعني ما فيش منطقية للمبررات دي يعني وعلى فكرة كمان ده بالعكس يعني أعتقد يصبه في مصلحة الإدارة لأنه الإدارة تحركت في وقت دائق جدا وصعب جدا والسيزن حقيقي عرف لسه مخلصة فيه وتحركت أيضا بشكل مثالي يعني كان فيه إسرار من إدارة الأهلي على أن التعاقد مع موسيماني يكون بموافقة نادي ساندار بالضبط وده النجاح لهذه الإدارة والنجاح للكابتال محمد الخطيب زي ما قلت لك الرؤية الفنية بالنسبة له كانت سابقة كل الأوضاع المجودة والتحركات التي اتعاملت بشكل إيجابي أعاز أقولك أنه كمان راهن على فيل فيل المجنة يحمد ما كانش عنده سفي قوي وقبلك وما كانش عنده دراية بالقرى الأفريقية لكن مجلس إدارة راهن على ميستر فيل وده الوضح كمان من بداية المشوار مع ميستر فيل والنجاحات اللي حققها في الضول الأولاني لكن طبعا الظروف اللي حصلت بالنسبة لكورونا مع الأسف وهو المبرات الغير يعني غير مقنعة مبرات كلها خيبة بلغة الكورة صحيح فايلر قبل الكورونا حاجة بالضبط وبعد الكورونا حاجة تاني وأنا بقول أنه هو تأثر بشكل بير جدا وهو السبب في التأثير ده أنه بدأ يسمع لخارج طبعا أسرته كورونا وممكن تصيبك ولازم ترجع دي كلها مبرات للراجل المحترف مش منطقية أنت جاي عندك مهمة ومهمة عايز تبني سيفي قوي